خلال المحادثات أكد أبو الغيط على أن الوضع في قطاع غزة كارثي وإشار إلى أن العالم الغربي يجب أن يعي مدى خطورة الوضع الحالي والعواقب المحتملة على المستقبل وعلى أنه يجب بذل الجهود لدفع تنفيذ حل الدولتين باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق الأمن لجميع الأطراف من جانبه أعرب تورك عن قلقه البالغ إزاء الوضع في قطاع غزة ودعا إلى إنهاء الوضع الإنساني المروع في القطاع في أقرب وقت ممكن وعقب المحادثات عقدت هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية وتورك مؤتمر صحفيا وقوفنا بجانب الشعب الفلسطيني وطبعا أكد على موضوع المساعدات الإنسانية ويكون في ممرات آمنة إجاد طريقال إنهاي لنف وتخلص قطاع خزة من أزمد وضع الإنساني وحالة حقوق الإنسان مروع في وقت راهن هما أمران محمالي لخياة وسنواصل العمل من أجل تحقيق تلك خياة ترجمة نانسي قنقر